العلاج الانشغالي أو الارغو ترابي هو اختصاص مميز بالجامعة اللبنانية كلية الصحة العامة بيهدف إلى تمكين الشخص من استخدام قدراته الوظيفية للقيام بكافة الأنشطة اليومية وأداء أدواره الحياتية وتعزيز مشاركته الاجتماعية بشكل آمن ومستقل قدر الإمكان فشو هي أهدافه؟ الهدف الأساسي للعلاج الانشغالي هو تعزيز استقلالية الأشخاص اللي يدروا يحصلوا على نوعية حياة مردية ولائقة وكمان تسهيل انخيرات كل الأشخاص بالحياة الاجتماعية وتعزيز مشاركتهم ضمن بيئة بتلبق احتياجاتهم وقدراتهم هيدا الشي كله بهدف تعزيز الدمج المجتمع من خلال تكييف البيئة الهندسية والسقفية والتنظيمية لا تتلقى مع احتياجات كل الأفراد اللي بعانوا من صعوبات أو اضطرابات على المستوى الحركي والفكري والنفسي والاجتماعي بقوم المعالج الانشغالي بأعمال عديدة فشو أهمه؟ علاج الانشغالي هو اختصاص بمجال الصحة العام بقوم المعالج الانشغالي بوضع خطة تدخل علاجي مبني على تقييم دقيق لقدرات الشخص واحتياجاته ووظائف الحياتي والبيئة المحيطة فيه بأخذ بعان الاعتبار نمط حياة الشخص واهتماماته وأنشطه الترفيهي وهذا بهدف تخفيف العوائق اللي بتحد من ممارسة الشخص للأنشطة اليومية بشكل مستقل من خلال مساعدة الشخص من جهة على الحفاظ على قدراته المتبقية ومن جهة تانية على تطوير قدراته وتزويد بأدوات المساعدة والأجهزة التعويذية اللازمة بالإضافة إلى تكييف المحيط لتتلقى مع احتياجاته كيف العلاج الانشغالي والمعالج بيوصلوا لنتيجة أولاً منقوم بفحص وتقييم لقدرات هيدا الشخص من بعدها منحط خطة تدخل علاجية منقوم بتنفيذ هيدا الخطة العلاجية وبعدها منقوم بإعادة تقييم بالمقارنة بين أول تقييم وتاني تقييم فينا نشوف أدى هيدا الشخص تطور هالاختصاص اللي مش الكل بيعرفوا بيتوجه لفئات معينة وهناك أماكن محددة للعمل متعرف عليها الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا من الارك والترابي هنالأشخاص من جميع الأعمار من أطفال وكبار ومسنين صار عندهم مشكلة بتمنعهم أن يقدوا أنشطتهم اليومية ووظائفهم الحياتية بشكل مستقل إما بسبب مرض أو إصابة مؤقتة أو دائمة أو كمان بسبب عدم تلاقم البيئة المحيطة مع العوامل الفردية وهيدا الشي بعيقهم على المشاركة والاستقلالية مثل الأشخاص المعوقين كمان بيتوجه أخصاء العلاج الانشغالي للمجموعات المجتمعية يعني الحكومات، المدارس، المنظمات، الشركات، المجتمع المحلي وغيرها ضمن إطار التأهيل المجتمعي، توفير استشارات تقنية وتأهلية خدمات توعية، تدريب، تكييف كلهم كرميل يعززوا الدمج الاجتماعي إن الفئات اللي ممكن تستفيد هي الشلل دماغي عند الأطفال اتراب طيف التوحد الصعوبات التعلمية التأخر بالنمو العقلي التأخر بالنمو الحس والحركة متلازم الدون الإفراط الحركة وتشطط الانتباه الشلل النصف الناتج عن الجلطات الدماغية أو إصابات الدماغ عند الكبار الأمراض النفسية والعقلية وعند المسنين أمراض الشيخوخة مثل الباركنسون والألزهايمر وغيرها العلاج الانشغالي بيشتغل على أن نوصل الشخص لأكبر استقلالية ممكنة يعني وما في أماكن في يون على ما قد يصل إلى الاستقلالية حنلاقي المعالج الانشغالي مثل مستشفيات مراكز التأهيل وإعادة التأهيل أيادات الخاصة دور الحضانة دور المسنين منظمات الغير حكومية مدارز الدامجة مستشفيات والمراكز الصحية النفسية والعقلية مكاتب التوظيف مكاتب والبرامج المتخصصة بالتجهيز والتكييف الهندسة للمحيط والأدوات التقنية والمساعدة برامج التأهيل للمجتمع بالإضافة لتوفير جلسات علاجية منزلية بيملك العلاج الانشغالي بالجامعة اللبنانية كلية الصحة العامة أهمية كبيرة فكيف عم بيكون نطاقها الاختصاص وشو بخبره التلاميذ عن تجربتون الخاصة تم تأسيس اسم العلاج الانشغالي بالجامعة اللبنانية بكلية الصحة العامة الفرع الأول سنة 1997 وكانت السباقة باستحداث هيدا الاختصاص بلبنان وخرجت المئات من الطلاب عبر كل هالسنين يلي عم يشتغلوا بعدة مستشفيات ومراكز تأهيل بلبنان بالدول العربية وبالعالم بيمتد التدريس على أربع سنوات باللغة الفرنسية وبيتضمن البرنامج الأكاديمي أصص نظرية تطبيقية بالإضافة لتدريب ميداني بمختلف المراكز والمستشفيات بلبنان على الصعيد الشخصي هيدا الاختصاص علمني اتقبل التنوع واتقبل الاختلاف وقدر اتعامل معه بيساعدك العلاج الانشغالي أنك تفوت انتاتش مع العالم اللي حواليك اللي انت قبل ما كنت فيت معه أبدا بتتعرف أكتر على المصعب اللي بعانوا مننا ذوي الاحتياجات الخاصة وهيدا الشي بيحسنك انت كشخص بيعطيك دافع انك تعطي كل طاقتك لتقدر تساعدهم وتخليهم يتخطوا أزماتهم هيدا الاختصاص بيفيد الإنسان كتير على الصعيد النفسي والشخصي عدا انه بيعطيه الإدراق انه يساعد كتير أشخاص بالحياة هني بحاجة لمساعدتنا وكمان بيقدر يقدم دعم جسدي وفكري ونفسي وتأهيلي للأشخاص اللي بيكونوا بحاجة لهيدا الدعم وبيطور عنده كتير الروح الإنسانية ويكون يقدر يوقف حد الأشخاص بالحياة وقتها هني بيكونوا بحاجة لأله